الآن الصورة الموجودة أن هناك أحداث متلاحقة في استياد شخصيات لها وزن في لجنة مكافحة الفاسد عفاً ما سمعت السؤال الآن يعني يكون الكاظمي والسيد الكاظمي ولجنة أبو رغيف بدأت تكون أكثر ديناميكية وأكثر فاعلية بالتعامل مع الفاسدين هناك من يقلق أن المرحلة المقبلة ممكن أن يتساعد وتسقط مثل ما يسمونها رؤوس كبيرة هذا مقلق أم إنه في الانتجاه الصحيح؟ بكل تأكيد هناك تفاؤل كبير بأداء هذه اللجنة ولكن هناك أيضا ملاحظة أنه غياب الشفافية والمحاكمات العلنية لبعض هذه الشخصيات التي تم القبض عليها بالحقيقة يترك علامات استفهام أو علامات قلق لدى القوى السياسية أن قد توظف مثل هذه الحركات والأعمال والأنشطة على إيجابيتها توظف بشكل سياسي كلما اقتربنا من الانتخابات وهذا القلق إلى حد ما ربما يكون قلق مشروع ولذلك أنا شخصيا دعوت اللجنة ودعوت رئيس الوزراء والمجلس القضاء الأعلى إلى فعلا الذهاب باتجاه المحاكمات العلنية لأهمية هذه الملفات والارتباطها بالرأي العام العراقي وارتباطها أيضا بالقوى السياسية والدوائر الحكومية ومؤسسات ومديريات ووزارات طيب أستاذ خالد وبالتالي تحويلها إلى محاكمات علنية من شأن أن ينطي انطباع لدى الرأي العام لماذا المحاكمات السرية الآن يعني على الأقل مو علنية وهذا واضح يعني ماذا تقصد بالعلنية أستاذ خالد شنو العلنية أنا أقصد بالعلنية أمام الرأي العام يعني مقولة مثل محاكمة صدع إلى الآن مثل محاكمة العلنية في كل مكان الذي تجرب العالم هناك محاكمات علنية فيما يتعلق خصوصا ملفات الفساد ملفات الفساد تكسب خصوصية وأهمية أولا لطبيعة التهم طبيعة المتهمين طبيعة الارتباطات والعلاقات لطبيعة الدوائر والمؤسسات التي يتم تشخيص نقاط الفساد بها أستاذ خالد أنا أبقى عندي وقت كل شكالي أو أي عملية ضعاف لها لاحقة أدعو لي أن تكون فعلا هناك محاكمات ولو محكمة محكمتين حتى الناس تطمئن سواء كان القوة السياسية أو الرأي العام العراقي يطمئن لسلامة الإجراءات وأنها ماشية بعيدا عن أي عملية توظيف سياسي أو تصفية حسابات سياسية في آخر سؤال أستاذ خالد أنا أتعاطف مع القلق الذي أنت تعيشه ولكن في ذات الوقت أنا أسألك ما الذي جعلك قلقا أو جعلكم قلقون وما هي الأحداث التي حصلت وجعلتكم تؤمنون أنه ممكن أن تكون من خلالها استهدافات سياسية أو حالات تسقيط شنو اللي صار أمامك أو أمامكم الذي دعاكم لهذا المطلب خلي للمرة خلي للمرة الأولى شوية أدخل بأسألتك القلق ليس قلقا شخصيا مني وإنما أنت سألتني في السؤال السابق عن أنه كيف ستتعاطى القوى السياسية مع لجنة أبو الغيف خلال المرحلة المقبلة هل سيشكك بها ذكرت لك وجهة نظري فيما يتعلق بالقوى السياسية أما شخصيا لست قلقا من هذه اللجنة وأدائها ولكن حتى ننطيها المساحة المهمة والمؤثرة في صناعة الأطمئنان للإجراءات والشفافية في الإجراءات دعوت لهذه النقطة بكل تأكيد جنابك أيضا تابعت خلال الأيام الماضية لما ألقت هذه اللجنة القبض وفق أوامر قضائية على بعض الشخصيات اتهمت هذه اللجنة بأنها هناك أجندة سياسية وأن هناك أطراف سياسية تدفع بالضد من أطراف سياسية وأعتقد التصريحات والبيانات في هذه الخصوص واضحة ووصلت لأسماعك وأنت المتابع أنا يهمني جدا كشخص يريد فعلا أنه يتم مكافحة الفساد أن هذه اللجنة تنجح وأن الحكومة تنجح في إدارة هذا الملف وتحقيقها ترجمة نانسي قنقر